بلش الفصل الدراسي الجديد بالجامعات ورجعت معه التحركات الطلبية بأمريكا نصرة لغزة بجامعة كولومبيا نظم الطلاب أسبوع توجيهي خاص بفلسطين اعتصموا على مداخل الجامعة وبلشوا حملية جامعة تبرعات لغزة وذكروا الإدارة بتورطها بالإبادة بجامعات جورج واشنطن وبرنستن فتتح الطلاب الأسبوع الأول من صفوف بتظاهرات دعمة لفلسطين بجامعة ميشيغن قمعت الشرطة تظاهرات الطلاب بشكل همجي واعتقلت عدد من الطلاب ومن جهة الانتصارات الصغيرة أعلنت جامعة ولاية سان فرانسيسكو بكاليفورنيا سحب استثماراتها من أربع شركات تصنيع أسلحة متورطة بحرب الإبادة وبجامعة The New School of New York سوت المجلس الطلابي على تجميد تمويل كل المنظمات والنشاطات الطلابية بهدف الضغط على إدارة الجامعة لطقة علاقاتها بإسرائيل بالمقابل عم تشدد الجامعات بالتديق على الطلاب الدعمين لفلسطين معظم الجامعات صعبت عنالية الحصول على إذن لتنظيم جلسات نياش أو ندويت أو أي نشاطات طلابية تانية جامعة نيويورك مثلا زادت انتقاد السهيونية على ليحة خطاب الكراهية يلي بتحاسب عليه الإدارة جامعة كاليفورنيا وفرجينيا حذرت تغطية الوجه ومحاولات إخفاء الهوية بالمزاهرات ورجع الطلاب الصهايني شحنات وحاملات التشهير بتلميز لمقايدين لفلسطين من دون أي محاسبة من الإدارات رغم كل الاعتقالات والاعتداءات بالفصل الماضي بعضهم الطلاب مصرين أنه ما رح يمروا الفصل الجديد بشكل طبيعي بوقت بعضهم طلاب غزة تحت الإبادة بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دمرت إسرائيل من 7 أكتوبر لهلأ 122 مدرسة وجامعة بشكل كامل وحرمت أكتر من 800 ألف طالب وطالبة من التعليم شكرا